يقول الرسول بولوس لكل من يرفض وينكر صليب المسيح ويرفض الفداء الإلهي من أجلك ومن أجلي أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر يعني بتجمع بتحوش غضبا إلى يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة لأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله مكتوب أيضا مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي من أجل هذا الآن هو وقت مقبول فرصة للخلاص إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم تعال لا تهرب من الرب اهرب إلى الرب تعال احتمي بجراح المسيح وفي دم يسوع المسيح وكثير من إخوتنا العابرين مثل ما سمعنا من وردي اللي رفضوا صلي بالمسيح حتى لهوت المسيح بإعلانات إلهية رب أثبت ممكن تصلي تقول له يا رب افتح عيني ورين الحق والرب رح يوريك الحق لكن عندما تؤمن بخلاص يسوع المسيح تحصل على غفران الخطايا وعلى الحياء الأبدية وعلى الضمان الأكيد الأبدي مع يسوع المسيح وكما قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا تتمتع برحمة الرب والرب قادر أن يكتب الآن اسمك في سفر الحياة سؤال عاوز اسمك يتكتب في سفر الحياة من فضلك خبرنا اكتب إلنا وعندها بعد ما تختبر الخلاص تقول مثل بولوس حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح صليب الخلاص ربي باركك